اشتركوا في القناة هذه الفترة فترة اعياد ميلاد موليد برج القوس عشان هيك منقول لها كل موليد برج القوس كل عام وانتم بكل خير طبعا القوس معروف عنه انه هو لما الشمس تدخل عليه معناته هاي فترة تبعث على الدفء النفسي على حب الحياة على الرغبة في السفر على الرحلات على الصيد على الفلسفة على الدراس الجامعية على الدورات التعليمية على الامور الفلسفية الامور الدينية الامور الروحانية يعني كل الامور هاي مننشط جميع الابراج في هاي الاشياء اللي احنا ذكرناها بخلال فترة وجود الشمس في برج القوس طبعا الشمس رح تكون موجودي في برج القوس من صباح يوم الثلاثاء اللي هو الساعة 28 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش ورح تظل الشمس موجودي في برج القوس لغاية الساعة 9 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم 21-12 بالنسبة لوجود الشمس في برج القوس معناته موليد برج القوس في هاي الفترة بيشعروا بتحسن بيطرأ على صحتهم وبرضو يعني هي فترة اساسا مرت عليهم فترة الشهر الماضي هاي فترة ضاغطة كثير يعني اجتازوا فيها فترة من الضغط والتعب والفشل العاطفي فشل في الدراسة خسروا اشخاص غربلوا اشخاص طلعوهم من حياتهم فكانت فترة صعبة الان مع كل يوم عيد ميلاد شخص من موليد برج القوس هذا الشخص بيبدأ سنة الجديدة يعني السنة اللي بيبدأ فيها النشاط الحيوية بشكل كبير فعشان هيك يعني ما يجو موليد برج القوس العشرية الثانية او الثالثة يقولوا احنا ما شعرناش بتحسن بتكو تنتظروا لحديث ما توصل الشمس لدرجتكم اللي هو يوم عيد ميلادكم في هذا اليوم بتبلش السنة الجديدة بتبلش وتشعروا بأوج الحضوض والمكاسب اما الان مع دخولها ببلش تدريجيا الشيء اللي انتو شعرتوا فيه بالضغط بالثلاثين يوم الماضيات ببلش وينزلوا يعني بصير يخف بتدريجيا لحد يوم يعيد ميلادكو وبعدين بصير ايجابيا يتصاعد بشكل ملحوظ طيب مين اللي بيستفيد مع موليد برج القوس في حال وجود الشمس في برج القوس اول شيء هم الابراج النارية يعني الحمل والاسد مع القوس هدول اكثر المستفيدين من وجود الشمس بالقوس بعدين الابراج الهوائية طبعا الدلو والميزان وقلهم بالحضوض طبعا هي نقدر نحكي انه في حض وفيش حض لموليد برج الجوزة هي بتعطيهم حضوض على مستوى الزواج والارتباط والعلاقات العاطفية وتطويرها والامور اللي زي هيك وامور الشراكات ولكن طاقتهم بتكون ضعيفة وهذا الشيء ممكن يستفزهم عصبيا رح نشرحها ان شاء الله بس نوصل تأثيراته على الابراج اما بالنسبة الابراج اللي رح تشعر بالتعب وتكون فترة ضاغطة كثير بالنسبة لهم اول اشخاص هم موليد برج الجدي ليش لانه من اسبوع بلش يشعر موليد برج الجدي بنوع من انواع الضغط بيصير عليهم وهذا الضغط نال من صحتهم نفسيتهم وبرضو بلشت اللي هي بوادر الخير او بوادر انتقال الشمس لبيت متاعبهم يحسوا فيها بالفترة الماضية عشان هيك لو اجوا في التوقعات اليومية يسمعوا بلاقوا انه ما بتنطبق عليهم الصفات لانه هم بالاساس ما بعرفوا انه الشمس ووصولها لبيت المتاعب انها بلشت تضغط عليهم لدرجة انه القمر ما بعطيهم الحضوض المرجوة فعشان هيك بشعر انه توقعات ما بتزبط معهم هو فعليا مع اقتراب الشمس لبيت متاعبهم بلشوا يشعروا بالضغط وهذا الضغط رح يستمر لغاية عيد ميلاد اي شخص من موليد برج الجدي معهم طبعا بدوا يشعر بالضغط اللي هم وليجي السرطان وزي ما حكينا الجوزاء هذول اكثر الابراج الجدي والسرطان والجوزاء هذول اكثر الاشخاص او اكثر الابراج اللي رح تنضغط خلال هذا الشهر طبعا اقلها هي الجوزاء ولكن بالنسبة للسرطان وبالنسبة للجدي هم يعني شوي رح يتأثر صحيح انه في بعض الاجابيات للمولودين ولكن الضغط اكثر بالنسبة لهم طيب الان بالنسبة للشمس لما تدخل على القوس معناته رح تشكل زوايا هاي زوايا ما رح تكون من الان لنهاية شهر 11 هي في بداية شهر 12 بتبلش تأثيراتها اللي هي اول وحدة منها اللي هي رح تصير اللي هي زاوية التقابل ما بين الشمس وما بين المريخ اللي موجود بالجوزاء هاي زاوية التقابل زاوية سلبية بتأثر بشكل سلبي ومن المحتمل انها تور اعمال من العنف والشغب والضغط والعصبية والحدية بهاي الفترة على جميع الابراج اما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تصير اللي هي زاوية تربيع ما بين الشمس اللي موجود بالقوس وما بين نبت اللي في الحوت وهاي بتدل على شوي هيك انها بتخلينا عصبيين ومتقلبين في المزاج وبتسوي عنا حدية والاوهام بتسيطر علينا ومنعيش باحلام ما بتتحقق والوهم والشك والغيرة والامور هاي كمان الشمس رح تشكل باخر ايامها زاوية تربيع مع المشتري المشتري اللي موجود في اخر درجات برج الحوت ولما توصل الشمس لاخر درجات برج القوس فهنا بصير برضو في زاوية تربيع وهاي زاوية التربيع بتبددوا الحدود في اي مسعى منقوم فيه فهاي زوايا السلبية اللي رح تكون موجودة طبعا في زوايا ايجابية انها هي رح تشكل زاوية مثلا تزديس ما بينها وبين الدلو ما بينها وبين زحل ماشي شوي هاي بتعطي نوع من الايجابية ولكن نجد انه شهر اتناعش الشمس اغلب الوقت رح تكون منتحز فيه معناته فيه ضغوطات رح تكون على جميع الابراج فيه اخر اللي هي اخر عشرين يوم ولكن الفترة الاولى رح تكون ايجابية ودعمة لجميع الابراج فعشان هيك بتكون تنتبهوا للاجابيات والسلبيات عندما اذكر تأثير الشمس على كل برج طيب خلينا نشوف اول اشي ايش التأثيرات على جميع الابراج خلال الفترة القادمة وكل برج ايش رح يستفيد ايش الايجابيات وايش اللي بدنا نحذره من هذا الانتقال برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا رح ينشطوا في امور لها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الاجانب برضو اللي عندهم امتحانات او بدرسوا بالجامعة او الطلاب هدولا رح يستفيدوا في دراستهم بشكل كبير الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير برضو رح تفتح لهم مجالات ممتازة جدا بامور الفلسفية والامور الروحانية والامور الدينية برضو رح تكون مميزة ولكن بدهم ينتبهوا من نقاط اساسية من شهر اتناعش بدهم ينتبهوا اللي عنده امتحان او عنده مقابلة لا يعتمد على الحضوض كثير برضو بتكون تضبطوا عصابكم وما في داعي للتسرع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتفتح مجالات عندهم بشكل اوسع لانه الشهر الماضي كان في شوية امور تقلبات طاقتهم شوية تقلبت كانت ضعيف شوية مشاكل على المستوى العاطفي ما بينهم الازواج وسوء تفاهم اشياء من هذا القبيل ولكن الان التركيز كله رح يكون على الامور المالية والمكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة شراكة كزواج شراكة كعمل كبنك كضريبة كتأمين كتعويض تركة ديون لك بتحصلها كل الامور رح تكون مركزة على الامور المالية ولكن في بداية شهر 12 بدكوا تنتبهوا انه ما تكفلوا حد ما الدين وحد انتبهوا على اموالكم من السرقة والضياع ما تغامروا وتخوضوا تجارب كبيرة على المستوى المالي دون دراستها وتحليلها واستشارة اهل الاختصاص برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء زي ما حكينا هي التركيز رح يكون لان الشمس الان مقابلهم تماما والمريخ موجود عندهم بيتراجع وفي زاوية التقابل فهم اكثر الاشخاص المتضررين على مستوى امور الشراكة يعني اللي برجهم جوزاء واللي طالعهم جوزاء بدهم يحذروا من سوء تفاهم ما بينهم وبين ازواجهم ممكن توصل لمرحلة الانفصال وايضا الخلافات والنقاشات والحوارات الحادة مع شركاء العمل شركاهم بالعاطفة الازواج ماشي بتعزز الامور ممكن بعد موليد برج الجوزاء يرتبطوا او يتزوجوا بالفترة او يبدأوا بخطوة جديدة لشراكة جديدة ولكن برضو طاقتهم بتكون ضعيفة فهي ممكن تضغط على الوضع الصحي عندهم في بعض الاوقات فبدهم ينتبهوا على صحتهم على طاقتهم ينتبهوا من العصبية وردات الفعل الحد جدا من خلال الفترة القادمة وخصوصا مع شهر اتناعش برج برج الشيء الو علاقة بالعمل فيحذروا من تراكم العمل او الاهمال بالعمل او سوء التفاهم ما بينكم بين زملائكم بالعمل وبرضو تنتبهوا على صحتكم من بعض التقلبات الصحية لانه الشمس في بيت العمل والصحة فهي بتأثر على الصحة نجد انه بشهر اتناعش العصبية بتزيد تشتتكم الفكري بزيد فممكن يا اما تهملوا بانجاز بعض الاعمال الموكلة للكم او تخطؤوا فيها او بعض موليد برج السرطان ممكن يقسروا عملهم انتبهوا من التقلبات الصحية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا بنعتبر بيت الحض هذا لهم لانه هذا البيت الخامس فهنا بيشعروا بقوة الحض بقوة العاطفة بقوة الحضوض المالية بالمكاسب بامور الها علاقة بالسفر والترفيه والحب الجديد وتطوير العلاقة العاطفية اكثر ومنهم ممكن يرتبط ومنهم برضو نساء ممكن تدخل بالحمل في هذا الشهر وايضا في اشي العلاقة بالفرح يعني هاي الامور كلها باجهبياتها ولكن سلبياتها اللي هي بتيجي في شهر 12 تحديدا اللي هي العاصبية مع الاحباء سوء التفاهم ما بينك وبين الاحباء محاولة فرض السلطة والسيطرة على احباءكم على ابنائكم او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الابناء هذا الاشي اللي بتكوين تنتبهوله لانه هاي المشاكل ممكن تكبر او تتفاقم او يعني تنتهي علاقات عاطفية او تبدأوا علاقات عاطفية جديدة فعشان هيك بتكوين تنتبهوا من هاي النقاط اللي احنا حكينا عنها وفي شهر اتناعش ما تبالغوا في حضودكم يعني ما تعتمدوا على الحض بشكل كبير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا يعتبر البيت الرابع لالكم معناته الاستفادة كلها رح تكون في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي فمنكو اشخاص ممكن يستاجروا بيت او ينتقلوا من بيت لبيت جديد او بيع عقار او امور الها علاقة بالمناسبات العائلية واللقاءات العائلية والارتباطات العائلية وبتدل برضو الشمس على فرح او بتدل على سعادة عائلية او مناسبة او خطبة عودة اشخاص مغتربين لوطنهم في هاي الفترة اللهم علاقة بالعذراء طبعا هذا بعضي ايجابيات كثيرة ولكن السلبيات اللي في شهر اتناعش ممكن تكون على شخص ممكن ينكسر عليه اجار ما يقدر يسدد اجار او قسط اللي علاقة بالعقارات اعطال منزلية بصيانة دفع اهتمام بصحة احد افراد العائلة حدث مفجع مثلا اللي علاقة بموليد برج العذراء بتعلق بالعائلة برضو او بالمقربين جدا من العائلة فبدكوا تركزوا على الايجابيات وتحذروا من السلبيات برج الميزان بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا النشاط كله رح يكون على السفر القصير والاتصالات بكثافة رح تكون عندهم طبعا القدرة الفكر عندهم بتزيد فعشان هيك منلاقي الطلاب اللي في المراحل الابتدائية والثانوية اذا عندهم امتحنات رح يبدعوا بالفترة القادمة قدموا امتحنات بشكل جيد دراستهم بتكون مميزة قدرة استيعابهم او فهمهم او حفظهم بتكون ممتازة ولكن بعد موليد برج الميزان ممكن يستفيدوا بامور الها علاقة بالسيارات او الاجهزة الالكترونية او امور الها علاقة بالاقناع والتجارة المحلية هذول رح يستفيدوا بشكل كبير اللي بيشتغلوا في هاي المجالات الا انه السلبيات شوي ممكن تقولكم انه انتبهوا من الحوادث انتبهوا من الامور اللي لها علاقة بالاعطال بالسيارات بالتسرع بالعصبية سوء التفاهم خلاف ما بينك وبين احد الاخوي او احد الجيران وبرضو في المقابل بتقولك انه خلي كلامك واضح على اساس انه ما تنفهم بطريق الخطأ ويتسجل عليك مواقف تكون مش لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الطاقة عالية جدا عندهم والتركيز الان على بيت المال بما ان الشمس صارت بالقوس معناته هاي فترة ممتازة جدا للتحصيل على مكاسب مالية اللي تيجي من عمل اضافي مستردات هبات دعم او هدايا او حتى بتحصلها من جهاء جنبية او من من بعض الاشخاص او اموال الىك بتستردها او ممكن يترتب فواتير لالك او تفاوض على مساء المالية ولكن السلبية اللي هي انه تخسر فلوسك او شخص ينصب عليك او حتى تنصرق اغراضك او مقتنياتك فبدك تنتبه على مقتنياتك واموالك من المحتالين من النصابين ما تكفل حد ما تضمن حد وقلل من مصريفك قدر الامكان لانه هذا الشهر رهي يفتح عليك بوابة الاسراف او الدفع او الهروب من الواقع انك بتروح بتهرب تتفشش بشراء اشياء انت مش بحاجتها فبدك تنتبه من هاي الامور برج القوس طبعا بالنسبة لموليد برج القوس ذكرنا انهم رح يبدأ فترة افضل من الفترة الماضية تدريجيا وطبعا رح تكون ممتازة جدا على المستوى الصحي والنفسي على مستوى انه برضو الزهرة وعطارد موجودين بالقوس بدعموهم على المستوى العاطفي وعلى المستوى الفكري على مستوى التنقلات والاتصالات والسفريات والعمل يعني اجواء ايجابية بالنسبة لموليد برج القوس بشكل كبير ومثقتهم بنفسهم ملفتين للانتباه اكثر بالنسبة للجنس الاخر ولكن بين وقت لاخر وخصوصا في شهر 12 العصبية بتظهر على الساحة ممكن يشكوا بقدراتهم وشكوا بنفسهم شوي الوساوس تتغلغ لهم يعني بدهم ينتبهوا من هاي النقاط وما يخلوا هاي الوساوس او الافكار انها تسيطر عليهم وبرضو ما يندفعوا ويتهوروا بالفترة القادمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا على عكس موليد برج القوس طبعا من اسبوع موليد برج الجدي يبلشوا يشعروا بالضغط الكبير عليهم صحيح انه عندهم علاقات اجتماعية ونشاطات اجتماعية عالية بالفترة الماضي كانت مع اصدقائهم ومعارفهم او مقاعد الاشخاص تعرفوا اشخاص جدد ولكن ممكن خسروا اشخاص او صداقات طلعت من حياتهم طبعا هم على عكس موليد برج القوس لانه الان الشمس صارت ونفسيا فبدهم يحاولوا انه يعملوا بشكل روتيني ما يبادروا لاي شيء جديد ما يحاولوا انهم يجازفوا او يغامروا بالفترة القادمة طبعا اي شخص بيوعدكم بشيء على طول اعرفوا انه هذا الشخص ما رح يوفي بشيء اتوقعوا انه اشخاص كثير رح تطلع من حياتكم خلال هذا الشهر لانه وهذا احنا منسميه شهر الغرب يعني انت بتغرب لكل السنة بتصفيها انه الاشي اللي ما بنفعك بتتركه وبترميه ورا ظهرك واللي بيضل بدك تكمل يعني رح يربح جائز انه يكمل معك للعام القادم فعشان هيك بدك تتوقع الامور وتاخذها بكل صدر رحب تعرف كيف تبرمج نفسك مع هاي الظروف اللي تطلع باكثر مكاسب مش تطلع بسلبية وحاول انك تعمل بشكل روتيني دون مبادرات ومجازفات ومغامرات وتتعب نفسك على الفاضي برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا النشاط كله رح يكون على المستوى الاجتماعي اذا هو بلشت الضغوطات الان على موليد برج الدلو لانه بلشت القوس يعني يقترب من بيت المتاعب ولكن ما زال في ايجابيات اللي هي النشاطات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والاصدقاء والمعارف ممكن يدعموك او يساعدوك او حتى تلجعلهم في بعض المسائل انه يكونوا واسطة للك مناسبات او اصدقاء جدد او حتى لقاءات بتكون مثمرة او من خلال اصدقاءك بيجيك خلال شهر 12 ستفاهم ما بينك وبين بعض الاصدقاء او من صديق وتنتهي العلاقة ما بينك وبينه او تكتشف خيانته او غدره للك فخلص يعني تعطيه صرف له الكرت الاحمر وتقول له اطلع من حياتي فهذا شيء متوقع اهم انك تكسب العلاقاتك الاجتماعية ما تتهور وفي نفس اللحظة ما تحاول تفرز سلطتك على معارفك عشان ما تكون انت الخاسر الاكبر في هذه المرحلة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هنا الشمس وصلت للقوس يعني تربيع معك والكواكب اللي موجودة عندك اللي هو الحوت والمشتري نبتن والمشتري رح يشكله زاوية تربيع مع الشمس في شهر 12 شوية هاي بدك تحذر منها اما الان فهاي فترة جيدة لموليد برج الحوت للي بدهم يبحثوا على عمل او بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين او بدهم يطالبوا بترفيع او ترقية او منصب جديد فممكن يحصلوا عليه بالفترة القادمة او حتى ممكن انه على المستوى الاعلامي على المستوى الفكري على المستوى الاجتماعي مجال العمل كلها هاي رح تصب بمصالحكم خلال فترة العشر ايام القادمة ولكن بداية شهر 12 وما بعد اللي هي الزوايا هاي اللي ذكرناها اللي رح تكون صعبة وخصوصا عندك انت تحديدا رح تضغطك على المستوى النفسي ورح تضغطك على مستوى السمعة فعشان هيك حاول انك ما تجازف ما تغامر ما تتهور ما تعصب ما تتقر مرتجلة وما تشوه سمعتك يعني اي تصرف بدك تعمل فيه انتبه انو ممكن هذا التصرف يوجه لأذية الأذية هاي بتشوه سمعتي الناس كيف بدهم ينظروا لي المجتمع كيف بده ينظر لي خسارة عمل علاقتي مع المسؤولين فشل يعني بدك تدرسها هيك تراجح حالك بتعرف اخر شي بتطلع بالنتيجة انو لازم اعمل هيك عشان احمي حالي من هاي الأمور هيك منكون انتهينا من حلقتنا على الأخبار الفلكية وفي النهاية يقول والله واعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة